في اليمن وهناك سفينتان أمريكيتان استهدفت هل يمكن القول أن الوضع الأمني في البحر الأحمر وفي المنطقة أفضل أو أسوأ بعد تلك الضربات؟ ما أستطيع قوله هو أننا قد قلصنا قدرات الحوثيين على قيادة الضربات وكما شددت وكما شددنا مباشرة بعد الضربات بأننا لن نتفاجأ لو رأينا جهودا من جانبهم للاستمرار في قيادة ضربات وفي نهاية المطاف ننظر إلى ماذا وصلنا في منتصف نوبمبر بدأنا نرتيك الهجمات رغم تحذيرات عديدة وجهود عديدة الحوثيون استمروا ولذلك كان هناك تحالف دولي من ضمنه دول التي شددت عليها التي اتخذت إجراءات وتحركا لردع هذه الهجمات في المستقبل في نهاية المطاف مرة أخرى الحوثيون عليهم أن يسألوا أنفسهم ماذا من قدراتهم قد تقلصت وتمت وقفها بعد تلك الهجمات الخطيرة والمتهورة الأمر يتعلق بولايات المتحدة الأمر يتعلق بقدرة دول العالم على الإبحار في المياه الدولية والمعابر المائية والتي عشر أو خمسة عشر بالمائة من التجارة الدولية تعبر وتفعل ذلك بسلام وبأمان وهذا ما نركز عليه ونستمر في العمل عليه مع المجتمع الدولي عن كتب لردع تلك الهجمات إنها مشكلة دولية تتطلب حلا أو ردا دوليا رئيس الوزراء العراقي قال لواصر الجورنال إن الولايات المتحدة أنشأت تحالفا دوليا لقيادة داعش وبأن هذا التحالف يعتقد بأنه ليس هناك تبرير لذلك التحالف هو لم يدع جدولا زمنيا للخروج ولم يغلق الباب ولكن قال بأنه ليس قلقا بشأن خروج قوات التحالف إذن ما هو الرد الأمريكي أنا لن أعلق على تصريحات الحكومة العراقية ولكن أقول إن القوات الأمريكية هناك موجودة بناء على دعوة من الحكومة العراقية نحن نقدر العراق كشريك ونتشاور مع العراقيين عن كثب وأنا لا أعرف أي طلب رسمي الآن من الحكومة العراقية لتخرج قواتنا هل كان هناك أي طلب بشأن محادثات عن الأمر كما شدت وقلت في آخر مؤتمرين صحفيين نحن نستمر في الانخراط والتواصل مع شركائنا العراقيين حول وجود القوات الأمريكية في العراق وبشأن أمنهم وسلامتهم ولكن القوات الأمريكية موجودة هناك بناء على دعوة من العراق وتركز على دحر داعش وآخر شؤال ربما تسأله بطريقة أخرى هل هناك تهديد طبعا تعملتم معه على الأرض كيف مثلا يمكن تعرض مثلا القوات الأمريكية للخطر أنا لا أريد أن أدخل في نظريات فنحن نعرف بأن داعش لا يزال خطرا وحملة مكافحة داعش كانت ناجحة خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص إنقاص خطرهم في العراق والسوريا وتعرفون بأنه بسبب احترافية أيضا القوات العراقية مع استمرارهم في زيادة قدراتهم وكفاءتهم وفعاليتهم وطبعا نحن نثمن قدراتهم ولكن نقول بأننا لا نزال نرى داعش بأنها خطر إقليمي ودولي ولا يمكن أن نغض الطرف عن ذلك وهذا هو هدف مهمة هزيمة داعش لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وكما قلت في نهاية المطاف نحن في العراق بناء على دعوة من حكومة العراق ونستمر في التشاور مع هذا الشريك المهم والمقدر ما هو تقييمكم للموظفين في العراق؟ هل تعتقدون بأنكم ستبقون لوقت طويل؟ ما هو تقييمكم؟ طريقة عمل الولايات المتحدة نحن دائما نتشاور مع حلفائنا وهذا ما نفعله أيضا في البحر الأحمر نحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية تحدثنا عن هذا من قبل ولكن فقط لأولئك الذين لم يتبعوا هذا الأمر فإذا عدتم إلى 2014 حين كانت داعش على مقربة من بغداد كانت الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء في المنطقة هي التي طبعا انتقلت إلى هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية لمواجهة داعش إذن نحن نستمر في التشاور مع شركائنا في المنطقة ونستمر في العمل معا لمواجهة التهديدات الأمنية التي تهددنا كلنا الهجمات الإيرانية على إيربيل ما هو تقييمكم لذلك الهجوم؟ لأنه كان على مقربة ربما من إحدى القواعد هناك التي يتواجد فيها الأمريكيون لماذا لم تشغلوا نظام المضاد للصواريخ؟ كما فهمت لا هجوم من تلك الهجمات استهدف مثلاً أمريكية أو أمريكيين الحكومة العراقية طبعاً ردت على ذلك وأنا أفهم بأن تلك الضربات لم تكن دقيقة وأترك الأمر هنا القانون 2024 بشأن تقديم الأسلحة لقوات البشماركة هل تعملون عليها؟ أنا لن أستبق أي قانون قبل إذن لا أريد أن لا ولكن تبعنا هذا المؤتمر الصحفي لباتريك رايدر الناطق باسم البنتاجون تحدث عن دور القوات الأمريكية في حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر عن وجود الأمريكي في العراق هو أكد أن تصديف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية يأتي لمنع التمويل ولمواجهة ما يقوم بهم من تهديدات ترجمة نانسي قنقر